مرحبا بيكم اليوم يجب علينا خبز طابونة ليس أول مرة صحيحة لدينا مكونات تونسية بحثة سهلة ونعطيكم الأسرار نجاح الخبز طابونة في الدار هنا لدينا سميد صبا ويجب علينا صبا تخبيه في الفريجيدي لن يدود لدينا اكل غربالة الجويد في السيترونات وقعت انغرب فيه وبعد تقعد لي في الاخر بالكل انو خالة متاعه او كنت نثبت فيها كان فيها سوسة وقلة دود او كنتشوفوش تاكفش تصرفو معها حتيت عليهم عندي زوس كيلو سميد ارطب حتيت عليهم ارطل فالين انتي والكمية معني كيف تحب نجم كيلو عليها ارطل كيف كيف حتيت علي هنا لفاح هرس له شوية حبة حلاوة وعندي دجا شوية سينوجو كتين مهرسين مع بعضهم معني قفح خبز معني خط اللي عندك قفح خبز اما الاساسيات تكون سينوج وبسبيس وحبة حلاوة وحتيت مغرفتين صغار متاع قهوة ملياني ملح ومغرفة كبيرة ونص سكر السكر يكون اكثر من الملح خلطت الكل مع بعضه وبعد حتيت زوس باكويت خميرة متاع خبز خميرة فورية او كالكيلو عليه باكو نرمال مو كالكيلو نص و حتيت زوس الأول او بطابون محيس وحتيت ماء دافي على الخميرة حليتها في الأخر ومن بعد ذلك زيت كيسان صغار مثل كيسان 150 مل نضيف ماء دافي و لا يكون بارد نضيف ماء دافي و نضيف عجينة نضيف فرس و لا نضيف فرس كافة نضيف ماء دافية في فور و لا نضيف حق في البيض اضيف ماء دافية كما ترؤي هو كمية كبيرة يضيف الماء الأجلًا و لا تضيف الماء أول مرة نتعامل مع السميد لا أعرف أن يشرب أو لا يشرب أخي عجنت 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 ووقيته لا يشرب ليش خليت ورتاح كيف لا يشرب ليش نقول لكم ماذا عملت له لكي أدويت المشكلة هنا قاعدت الليم فيها رضوا بينك ينعجنوا العجينة لا تكونش هدينة ليس قافيها العجينة نمشي نخسلوهم مليح ومن بعد نعجنته تشوفوا كيفية لا تلسق في ذلك العجينة أما رغم ذلك نحس فيها مرخوفة لا يشبش تعاوني من بعد في التشكيل المتاحة قاعدت العجينة فقاعدت نعجنوا العجينة كما بتاع البقليوة كي عجينة البقليوة نقعد نخدمه في الجلوتين متاحة مش نقعد نكسر في العجين من بعد ما نعجنوها تقريب دقيقتين كاكا نحط طواري بدا نحط في الزيت نفس الطريقة نتاع البريوش إذا ما عندوش عجينة بالطريقة هالي نحطو الزبدة وإلا الزيت في الأخير بالكل نعطي الهشاشة والبنة للخبز نجمو تبسوه من الأول الزيت مع الفارينة ونجمو تبسوه بالطريقة هالي على خاطر يعاوني في العجنين اي نعم الزيت يعاون في العجنين شوفوا كيفاش ترطاب وتتلمكي نحط لها الزيت طب قريبتو كيفاش تكبس لا نجمش نحلها حتى شرب نقط بالطريقة حتى شرب العجينة زيت حتى شرب الزيت وقت نزيد هالكمية الثانية هو الكيس قاعدت نقصد فيه على أقصات برب يركزوا لي في الديتاي طيب لا الحاجة تنجح معاكم مش أنا قولت كيس زيت تصوب كيس زيت فرد مرة وتقولش بيه ما تلمليش بشوية بشوية حتى شرب العجينة تصوك حتيت كم شتين فارينة قلت لكم ما مشيتش معايا خليت في الكيس زيت لاني حبو الزيت يكون للاخريني حتيت لها كم شتين فارينة و قعدت نعجن فيها بشكت تشربت اكل فارينة حتى شربت اكل فارينة اضافة تكستور كما انا نحبها و كما يرضى عليها خاطرية لا تكون مكبوسة كما قلت لكم و لا تكون مكبوسة و لا تكون مكبوسة فمنوع متع سميد انت تعجنه من هنا يبدأ امور واضح تخليه يرتاح و ترجع تلقاه تحلوس و طاح و تنخف حسينه ذاك تجمد يضوه فارينة و تصلحه وارا والفارينة مش سميدة سميد يحب الخدمة و يزم يضوب الفارينة ما عادي تخدم كلكول و حتيت لها الزيت اللي بقاه هذيكا وكملتك هوا عجنتها و تكعبرت كما ترى و تكون ارتابط طريقة العجن تقريب دقيقتين في كل مرة معناها نعمل فيها حتيش للي تولي هكيكا نحطها طوا في الطنجرة والاشقال اللي عجنت فيها و نخليها تخمر هنا اقل من سوعة شوفوا ما شاء الله كيفيش من داخل كي خالية النحل نحن نقوله يعني خدمة الخميرة و نعاود و نقوله و ردوا بنا عجينة الطابونة تخليوها تخمر برشة خاصة خميرة فورية قبل و ميتنا و يخليوها تخمر من الصباح العشية و نص نهار و ما عاش وقتاش و تتخمر برشة خميرة جيفة متع قبل و ما هيش كما الخميرة الفورية متع طوا و اذا فتت ساعتين على عجنين الخميرة تفصد لكم و من بعد طابونة كتحطوها في الفور تراها منفوخة و انتي طيبها و تخرجها و تبدأ يبسى حجرة و ملبدأ في بعضها و تقولش بها ما مشتش معايا جيتني حجرة تتقرمش على خاطر اذاك محترمتش الوقت متع على الحييات متع الخميرة فت عليها ساعتين صيين ميتة الخميرة لعجينة متاعك معتش بشتخمرك و تطلعلك في الفور و الا فطابونة بعد ما عجنت العجينة و كما قلت لكم ارتاحة قسمتها لهنا حليتها كالبودان كبيرة و قسمتها على اثنين باش تسهل علي خطر حكمية كبيرة وبعد ناخد كل مرة اكعي بيرة او كالكوبر انتم تحكموا فيه تحبوها كبيرة صغيرة من بعد كتتاليها تحلها طو تعرف روحك قديش تستحق الخشن متاحة انا عملت للمحاسين و ثلاثة كاليبرويت نقص، نكبر، نبلي داية بالزيت، نبلي الرخامة بالزيت باش ما يلسقش فيها لانت لصقش معناه في الرخام او الهناي ماذا بينا كالدنيسة نخدم معلها تكون باردة باش ما تخليها لناخد تخمر فاسا من حبوش العجينة تخمر برشا فيسا سي نور هي جينا خبز منفوخ بجيش طابون نفس العجينة ترجمة اي خبز اخر غير باكا كل واحد و مدة التخمير كيفية بعد غطيته الفور يسخن على 250 درجة طواتو الانحلهم و اخطأت الخشنة سمخشينا شوية على الطابونة طانواريكم كيف نعملوها بش نعملو الطابونة انا الحق نحب تبدأ فيها بابة كي نعدي تبدأ تكون فيها بابة تشرب المرقة هنا كما تراوك أحليتها بطريقة هابيكة و نحطهم في تباق الفور على 250 درجة الفور محلول من فوقه من اللوطة و حتيت فيها المروحة إذا عندك مروحة و تحبها المروحة في الفور حتيت له المروحة و قاعد يتيب منباخ تقريب 15 دقيقة انتي و الفور متاعك و محطت احمار و فوقه من اللوطة تهبط نقطها بالفرقية كما تراو طوام بعد نوريكم طريقة أسهل بش نعملو لها الماء انا الهنا بش نبلها بالماء بش نرطبها و نعطيهوك اللقه البرانية و كل لونك اللقه ذاك مني نجيبوه المنديلة متاعك و نعطيها بالماء تقطر بالماء و تعصرها شوية و تمسح على كعبات الخبزات و تسمحهم للي يرتابوا و يلقوا و يبدوا يلقوا و وقتها تحطهم في الفور يتيبو و وقت نحطهم في الفور تقريب ثلاثة أربعة دقائق و هما ينفشوا و كما ترعوها كيكا و تكبسوا من فوق و نجيبوه لهم نفس المنديلة و نعود نسمحهم مكية من فوق و نعود الرطبهم و تقول علي دهنتهم بالعظم و ندهنتهم بالعظم لحتى شيء هذي كالطريقة اللي نجموه نعملو بيها اكلون المزيان متاع الطابونة انا الهنا يتعجبني الخشن كيما قلتوكم هذا متاع الطابونة انا وريتوا الباق و غزر الباق قال لي ما نحبش الطابونة ما نحبش البابة نحبهم جويدي نقلو هاي الحمية الثانية نعمل هاي الحمية اللي اخربتو نعمل هاي جويدي من بعد ما نخرجوهم من الفور نحطوهم في قميش و فرشية مثلا و القميش بنيدل بش يعرقوا شوية و يطراو شوي خطر يخشوا يبسين و كبشنا هكا يرجع عليهم اكل العرق متاحهم و يعاودوا يطراو اكيكا يصبرونا بالقدي و ميكونوش خسروا اكل مامتاحهم شوفوا من داخل كيفيش من شاء الله هنا هاي حسولوا قسمنا عملنا الخبزات الطابونة و خبزاتنا نحنها واحدة و فهمة ناس تحب البيبة و فهمة ناس ما تحبش البيبة شوفوا قديش طرية ماشاء راهي البات مبرت هكا كل تبدأ مكبوسة متاع الطابونة و الدخلين يكون طري طوى هاي بش نعملها البا قدوا نعمل هاي كجويدة كي ما تحب انت قال لي ما نحبهاش تتجرمش و ما نحبهاش منفوخة عبية بالبيبة نحبها موين حالتها كي ما ترون لهني اقل ببرشة و اكبر من الحجم المتاع لي عملتهم انا قبيلة و لهني بطريقة اسهل لمنديل الاشاي خذتها كيس ماء نحط يدي فاك الكاس و نمسح بالمين رطبها بداية و نحطها طوى نهزها بالطريقة هاي بيضي نضعها في تباق الفور و ندخلها للفور هذو ملخ بزيت اللي حضروا معانا اكلوا حمر رضوكم شوية حمية اخرى وهذه هي حمية الباق جاو ثلاثة خبزات اجويدين كم يحبهم هو وما هم مش منفخين هكا من داخل هاها وكم ريتو هذي هي الطابونة عجبت وشيخ عليها هكا ها هكا ها وهذه وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة